أعلنت وزارة المالية تسجيل 10 مليارات و 800 مليون دينار كويتي عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية بارتفاع بنحو 175% مقارنة بسنة المالية السابقة الوزارة كشفت عن الحساب الختامي بعد عرضه على مجلس الوزراء وأشارت إلى أن الإرادات الفعلية بلغت 10 مليارات و 500 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره نحو 39% عن السنة الماضية في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 21 مليار و 300 مليون دينار كويتي مرتفعة بنسبة 17% عن السنة الماضية في حين أشارت إلى أن ارتفاع نسبة إجمال المصروفات الفعلية جاء بوفر قدر 862 مليون دينار من المعتمد في الميزانية العامة للدولة لسنة المالية المنتهية وبينت أن الإرادات النفطية الفعلية بلغت 8 مليارات 790 مليون دينار بانخفاض بنحو 43% عن السنة الماضية في حين أن الإرادات غير النفطية الفعلية بلغت 1 مليار و 730 مليون دولار بانخفاض نسبة 6.5% عن السنة المالية الماضية وأضفت أن المرتبات والدعوم شكلت نسبة 73% من إجمال المصروفات بينما شكلت المصروفات الرئاسمالية الفعلية 9% من إجمال المصروفات وذكرت أن متوسط سعر برميل النفط الفعلية لسنة المالية بلغ 42 دولار من جانبه قال وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن العجل الفعلي في السنة المنتهية يعتبر الأعلى في تاريخ موازنة دولة الكويت ولفت إلى موازنة سنة 2015 و 2016 سجلت تاني أكبر عجز في الحساب الختامي بمبلغ 5 مليارات و 900 مليون دينار وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل نفط الكويتي مؤكدا من الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع سلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة